اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مملكة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وبما شهدته الصناعة المصرفية من تطور متسارع عبر مسيرته التي امتدت على مدى مئة عام ما جعل البحرين مركزا مهما للأسواق المالية في المنطقة ووجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية حول العالم ثم رحب مجلس الوزراء بحصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربيا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال ما يعكس متانة الأطر المعتمدة في المملكة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وموفقية إجراءات الحكومة الصارمة في ترسيخ مبدأ الشفافية ودلالة على متانة تشريعاتها الوطنية كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواسات لمقتل وإصابة العشرات جراء الزلزال المؤسف الذي ضرب ولاية إزمير التركية داعيا المولى أن يرحم القتلى ويمن على المصابين بالشفاء العاجل من جانبنا آخر فقد أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية مؤكدا المجلس رفضه لمثل هذه الجرائم الإرهابية التي تنافي جميع الديانات والقيم والمبادئ الإنسانية وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وفق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وثق الأطر القانونية والدستورية وقد روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 خفض النفقات الحكومية والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فعليتها وتطويرها كما تم الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبالأخص تحقيق الإرادات غير النفطية مع الالتزام بأهداف المصرفات وذلك حسب الخطة الموضوعة لذلك كما تمت مراعاة العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة لسنتين الماليتين 2021-2022 وتبلغ مليارين ومائتين وخمسين مليون دينار بحريني لسنة المالية 2020 ومليارين وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار بحريني لسنة المالية 2022 بعد تقرير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند خمسة واربعين دولارا أمريكيا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية فيما تقدر فيها إجمالي المصرفات المتكررة بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وستة وتسعين مليون دينار بحريني لسنة المالية 2021 ومبلغ ثلاث مليارات ومائتين وتسعة عشر مليون دينار بحريني لسنة المالية 2022 بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع بستمائة وستة وخمسين مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلى شاملا ذلك تدفقات برنامج التنمية الخليجي وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى خمسمائة وثمانية وستين مليون دينار في العام 2021 وثلاثمائة وثمانية وثمانين مليون دينار في العام 2022 بينما يقدر العجز الكلي بمليار ومائتين وستة وسبعين مليون دينار بحريني سنة 2021 ومليارا ومائة وخمسة وأربعين مليون دينار سنة 2022 وقد أوضح مشروع قانون الميزانية أن برنامج التوازن المالي حقق أهدافه حسب ما هو مرسوم له مع نهاية عام 2019 وأن انخفاض أسعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن المالي وتباطئ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثير ذلك على الإرادات غير النفطية أدى إلى ارتفاع في توقعات العجز مع الالتزام في ضبط المصروفات وخفض المصاريف الإدارية بالحكومة بنسبة 30% خلال نفس الفترة والاستمرار في تنمية الإرادات غير النفطية ثانيا بحث مجلس الوزراء الأسس والمعايير المتعلقة بصرف الدعم المالي لمحدود الدخل وذلك من خلال استعراض المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية وتوازن المالي ومن ثم إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية ثالثا بحث مجلس الوزراء شروط التسجيل وتحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طن وإجراءات حصولها على ترخيص الملاحة وذلك من خلال مشروع القرار المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات قد قرر المجلس إحالة مشروع القرار للدراسة في اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية رابعا بحث مجلس الوزراء إخضاع الشركات التجارية التي أسست بأمر أميري أو بمرسوم ملكي إلى قانون الشركات التجارية وعددها 21 شركة بما في ذلك تعديل عقود تأسيسها وأنظماتها الأساسية وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة وتجارة والسياحة إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية خامسا بحث مجلس الوزراء مشروع قرار يحدد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها ونظام تحويل الأندية إلى شركات والقواعد المنظمة لعملها وألية الرقابة عليها وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية مع التنسيق مع وزارة الصناعة وتجارة والسياحة ذلك لإدخال الملاحظات والتعديلات الفنية في ضوء التعديل الذي أدخل على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة الذي أجاز إنشاء أندية رياضية في شكل شركات تجارية وثقا لقانون الشركات سادسا وفق مجلس الوزراء على عدد من الاقتراحات برغبة لتحقق أهدافها الأول يتعلق برعاية والاهتمام بمرضى السلطان في المستشفيات الحكومية والثاني يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والثالث بخصوص جمع المساهمات والتبرعات للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والذي تحقق من خلال حملة في النخير والرابع بشأن الدعم المتعلق بالعملين في الخارج والذي تحقق من خلال قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علما بنتائج أعمال الدورة الخامسة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من خلال التقرير المرفوع بهذا الخصوص من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر